موسيقى 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 والأبراج صبحكم بالخير اليوم الخميس 13 أب أغسطس اليوم الأمر موجود ببرش ناري ببرش الأسد حد الشمس لكن لبكرة المساء ساعة 6 مساء بتوقيت بيروت ليلتقوا سوا ويصير عنا نيومون إذن اليوم الأجواء كيف راح بتكون خلونا نبدأ مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل الأجواء رائعة وحلوة كتير من أفضل أيام هيدا الشهر اللي أصلا هو كتير حلو لذلك حظوظك اليوم مدوب لي وحتى فيها تكون أكتر من هيك أوي قلبك وما تقعد مكتف إيديك الأكثر حظنا 18-19 نيسان عبريل ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور تأثير هالأمر الجديد عليك يمكن شوي بيشربك لك أفكارك بيشربك لك يمكن أعصابك وتحس حالك إنك مشغول مشغول بالك منك رايق مية بالمية يمكن بأسباب شخصية ما بتريد حدا يندخل فيها أنت اليوم عندك خصوصيتك وبتدافع عنها بقوة بيبقى المولود الأكثر تعبا مولود شهر نيسان عبريل ننتقل لبرش الثور مولود برش الثور بنسبك كتير تأثير هالأمر الجديد عليك الأجواء حلوة ورائعة نشيطة كتير تحس حالك إنه ما عم تقدر تهدى بمكان واحد عندك رغبة إنك تكتشف إشياء تتحرك ما فيك تقعد بين أربع حيطان بالعكس تماما نشاطك اليوم مفروض يكون فعال وبيختم مصالحك الأنشاط هو مولود شهر أيار مايو منكمل مع برش السرطان بالنسبة لبرش السرطان عم بتفكر كتير بأمور شخصية هي يلي عم بتخليك تشعر باكتفاء بسعادة أو بانزعاج واستياء يعني اليوم هو نهار عم بتحلل في قدراتك عم بتحلل في موقعك هل يبترى أنت منيح هل يبترى منك منيح هل يبترى بدك تزبط أوضاعك هل يبترى بدك حدا يساعدك معنويا ومديا اليوم هو نهار مميز عند بعض موليد برش السرطان يلي عم بنقشوا مواضيع مالية أو امتحانات مهمة العنشط والأوفر حظة نسبيا موليد شهر حزيران يونيو ننتقل لبرش الأسد مولو برش الأسد مرة بالسنة بيكون الأمر جديد ببرشك وبالتالي فيك تقول أنه هايدي فترة احتفال بالنسبة لألك وكأنك عم بتعيد صفحة جديدة عم تبدأ صفحة جديدة حاول أنك تبني هالصفحة جديدة على أمور بنائة فعالة مفيدة لألك وبدك تكبر عقلك وتفكر لابعيد هناك قرارات وخطوات بدك تاخدها يلي لازم ينتبه من المشاكل والسرعة هو مولود شهر تموز يوليو ننتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء هايدي فترة استيراحة لألك اليوم وبكرة ما في شي بيزبط هايدي فترة استجمام ابتعاد عن الأضواء والعجقة هيدا نهار مناسب لحتى تستريح كليا الطف الضو والطف السلولار وتبتعد عن العجقة نهار مناسب للإيجازة إذا منك حاطت حالك بسكاجول أو أجندة صعبة بيبقى المولود الأكثر حظا مولود شهر آب أغسطس تحديدا 23 إلى 25 آب أغسطس 65 أول سبتمبر ننتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان تأثير الأمر الجديد عليك مهم جدا بيخليك تحس حالك قد الدني وبيخليك تحوس تحوس أنه بدك ناس من حولك اليوم هو نهار المشاريع الاجتماعات اللقاءات حتى الجمعات الحلوة البسيطة يلي منها مبرمجة لذلك اليوم نهار مميز لحتى تلعب دور بالناء اجتماعيا انتبه من المشاكل والعقبات 13-14 أكتوبر بنكمل مع برش العقرب بالنسبة لبرش العقرب الضغوط كتير عليك الضغوط كتير واحتمال أنه يكون عندك مسئولية كتير مهمة ترفع من شأنك انتبه الضغوط مش بالضرورة تكون سلبية لذلك حضر حالك للتقدم للتطور ولامتحان بيبقى المولود يلي لازم يكون محضر حاله أكتر من غيره بكتير 19-21-22 الثاني نوفمبر بنكمل مع برش القوس مولود برش القوس اليوم نهار احتفال فيه فرحة كتير كبيرة فيه انتصار فيه انجاز انت بتقدر تحققه مش اليوم يعني بين اليوم وبكرة الأخبار بتكون سارة وبالتالي اليوم وبكرة كثف وكرر كل المحاولات على أكثر حظا مولود ديسمبر كنون الأول وأيضا مولود نوفمبر تشرين التاني كمان اليوم بعتبرها محظوظة بشكل يمكن خاص أكتر من كنون الأول ننتقل لبرش القوس بالنسبة لبرش الجدي اليوم الأجواء بتسمحلك أنك تمشي الأحوال بتصحح أخطاء مبارح وأول مبارح اليوم مولود برش الجدي فيه شغل على ملف على علاقة بدك تنتبه له وتشوف كيف بدك ترده لمجرها الطبيعي بيبقى المولود الأكثر تعبا اليوم هو مولود 22 اليوم المولود اللي هو أكثر تعبا هو مولود فينا نقول 5 إلى 12 كنون الثاني يناير ميكمل مع برش الدلو بالنسبة لألك اليوم مولود برش الدلو الأجواء بتحمل معاكسات حذر حالك اليوم لبعض العرقيل بعد عن المشاكل سفر سنة لحتى ما يصير فيه قطيعة أو جفة بالنسبة للموليد الأكثر عرضة للمتاعب 22 إلى 25 كنون الثاني يناير ميكمل مع برش الحوت بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحوت أول شي بدك تتبه لصحتك بهاليومين في بعض الضغوط الإضافية اللي بتخليك تحس أنك تعبين تحس أنه ما ألك خلق أنك تشتغل تحس حالك أنك بحاجة لحتى تصحسح أكتر أيضا بعض مولود برش الحوت يمكن اليوم يتعبوا بشغلهم فيه انشغالات كثيرة وعديدة فحاولوا أنكم تعطوا أفضل معنكم بيبقى المولود اللي عنده بعض الضغوط أكتر من غيره موليد شهر شباط فبراير وواحد أدار مارس بختم مع مولود اليوم بانتظار مولود اليوم سنة مميزة سنة سبيسيال سنة مختلفة عن كل سنين طبعا يلي بيطفي هالأيام الحلوة اللي بدك تمرق فيها هو وجود الأمر الجديد معك على 365 يوم فيه بدايات جديدة صفحات جديدة خطوات كتير مشاريع كتير حسب عمرك واختصاصك بيبقى شهر أب أغسطس ديسمبر كنون الأول نيسان أبريل أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا كارم رح نتابع بعد لحظات مع محطتنا التالي على صحة السلامة معروة خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر